هذا وأشر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى تفقده ثلاثة مصانع مختلفة خلال جولته بمحافظة سويس منها مصنع شركة كانوب الألمانية للألواح الجبسية وفي هذا الإطار أوضح مدبولي أن استثمارات مصنع كانوب بلغت نحو 80 مليون يورو كاستثمارات مباشرة ما يعزز من قدرات الشركة الإنتاجية ويتيح لها تقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلية والإقليمية مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المصنع يعتمد على الأيمالة المصرية بنسبة 100% مصنع كناوف وهي شركة ألمانية متخصصة جدا هذا المصنع النهاردة بالرغم أنه فرع من شركة ألمانية ولكن تحول إلى أنه يكون مصنع بيقدم خدماته ليس فقط لمصر ولكن لمنطقة المحيطة واستمعنا إلى النهاردة لرئيس المصنع أنه يتكلم على أن هم هيدخلوا في توسعات تضيف طاقة إنتاجية تعادل ثلاث أضعاف الحجم اللي هم بدأوا بيه كبداية للمصنع وقت ما تم إنشاؤه باستثمارات تصل إلى 80 مليون يورو هتبقى استثمارات جديدة تضخف خلال السنتين القادمين عشان يصل إنتاج المصنع ده من 15 مليون متر مربع كان في بداية ما قونشي هذا المصنع إلى 60 مليون متر مربع الأهم أنه ده بيغطي احتياجات الدولة من مشروعات قومية إنتاجية المصنع ده اتنفذ بيها مشروعات الأبراج في العاصمة الإدارية والبرج الأيقوني الأبراج العالمين مجموعة من المشروعات القومية محطات القطارات ومتر الأنفاء يعني الحقيقة مشروعات كثيرة جدا